صباح الخير او مساء الخير يا برج الحوت. فهنبدأ ببرج الحوت القراءة العاطفية. وان شاء الله خير باذن اللي ان شاء الله يعني. تعب نشوف الطاقة العامة لبرج الحوت وللشريك كمان. دي طاقتك يا برج الحوت انت حاليا زي ما تكون بتفكر تبدأ شيء جديد. بتفكر تبدأ حياة جديدة. بتفكر تبدأ مشروع مسلا اي شيء. ومحتار ما بين امرين. هنشوف كده اللي بعدها. انت الظاهر كده خارج من علاقة فيها انفساد. ويعني محوط على مشاعرك بطريقة يعني جمد قوي. ولمنت يعني كل اللي فاضلك. وبدأت ان انت تشوف بقى طريقك قدام ايه. ده من الاخر يعني. اوكي? ولو اعتبرنا دي طاقت الحبيب. فالحبيب بيرقبك. وابيرقبك مرقبة جمد قوي يعني. ممكن تكون مش ملاحظه لانه مخبه نفسه بص عطيسة نفسه كده. بس كان فيه انفصال. وانفصال قاسي شوية. يعني تقلمت شوية برج الحوت. نشوف بقى الحبيب اللي بيرقب ده. مشاعره ايه? مشاعرك. شايفك ازاي? شايفه ازاي? اه لا 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 لا. في ايه? باحد شايف دوت اني شايف كده? عادي نشوف هنا اه ناوي على ايه? او ناوي ايه الخطوة اللي ياخدها? وانت ناوي على ايه? الله. الله برج الجوزاء ظهر لنا بوضوح. يعني بيقول لنا انا مسيطر هنا. طيب اه العلاقة دي اه هو شايفها هتبقى عاملة ازاي? او شايف ان الخطوة دي هتؤدي الى ايه في الاخر اوكي? عشان تبقى يعني نبقى مع بعض يعني. طيب انت شايف العلاقة دي ازاي? ونصيحة في الاخر. طيب. مبدأين كده يا برج الحوت? الشريك زي ما يكون كان اه في عزلة. اوكي? لان انا عندي هنا كارت زاهر متل هو بتتعامل مع برج العزرق. وعندي هنا برج السراطن كمان. انا عقولي الابراج كده واحنا مشيين بالترتيب عشان ناسي بتسألني ما قلتيش الابراج ما قلتيش كزا. ومش لازم الابراج. يعني ممكن يكون برج وميزان بس طاليا جوزان. عشان ما فاهمين يعني. لان دي طاقة. ايه طاقة مش اكتر. طيب. اه طبعا ده كارت برج السراطن. ده شخص اه فجأة كده فجأة دون اي مقدمات فاق من غيبوبة تقريبا كان نايم فيها ولا حاجة. وعايز ياخد قرار. عايز ياخد قرار. ومحتار ما بين القرار ده وقرار ده. ده شخص طبعا الكارت العربة محتار ما بين قرارين. يعني يخش مين ولا يخشش من. طبعا لا بيض والسود بينين اهم. اه في مقابل ان انت مشاعرك اذا صام. انت اه انت ممكن تكون اه مش مش مشاعرك حلوة بالنسباله. لما بقولي هنا مشاعر الشريك ممكن تكون مش بالنسبالك انت. ممكن تكون مشاعره حاليا عموما يعني. تمام? فهو حاليا محتار. اوكي? انما انت انت شكلك زي ما انت لك انت عايز تبتدي يعني شيء جديد مشاعرك. اه مش عارف اجابه لك زي برج الحوت انت تشافيت. بالزبط كده. انت تشافيت. لان زي الصام بيجي بعد دايما ديئة. بيجي بعد خنقة. بيجي بعد قرف. بعد بكاء. بعد اي حاجة بيجي عموما اي حاجة بيجي. فانت مشاعرك مزهزه. سجاجة كده اللي تلعيد لما بنغسلها بتبقى مزهزه. هي كده. بالحرف. وانا لسه عامل هي بتوضيحات. هقول لك هو عايز ايه هنا. فخلينا نشيل الكروت بتاعتنا اللي هنا دي هيا. دي هيا. ونشوف العربة. العربة شريط. هو الظاهر كده والله واعلم انه محتار فعلا. اه. 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 لا 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 يا برج الحود لا لا لا. اتعملت اي في الشريكة برج الحود. ده دفاق فعلا بعد غيبوبة. ده ظاهر انه هو ام النوم كده دور عليك ملقكش. قال ينهر زرق. هو راح فين. سي برج الحود ما اقول لكمش. بنختفي مرة واحدة. مرة واحدة كده. ممجيش سبيق انظر. بالزبط حرفيا كده. فام النوم الصبح كده قال الله هو راح فين. فطب ايه ده? ايه راحت فين ولا? ولا هو راح فين? طب ادور علي طب مش عارف ايه. ممكن يكون الشخص ده ما كانش مباين لك مشاعره خالص. نهائي. وكان مباين لك بس الوش ده. لان انت شايفه كينج اوف سوردس. كينج اوف سوردس شخص. نخبي مشاعره شخص. ماسك سيفه على اي حاجة. وبيتلكك. وممكن يكون كان بيتنشك. تبعط له مسج مايردش. تكلمه مايردش. يكلمك بمزاجه ويخلص الكلام بمزاجه. وانا ابتدي بمزاجي وادخل. شخص من الاخر كده عنيف. بيصد. لانه ماسك على مشاعره. فهو ماسك على مشاعره. ولكن حاليا هو عايز يجي. عايز يجي يقدم لك الاس اف كبس. او ماي جاد. او ماي جاد. ده بحبك قوي. بحبك قوي قوي برج الخوط يعني مش 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 زار. ده عايز عايز بجد يعني عايز بداية جديدة. عايز بداية حقيقية. بداية بقرار فعلا هو شكله كان بيستهبل مسلا. كان بيستهبل كان بيتلكع معك. كان بي مسلا تقوله ازايك يرد عليها بعد يوميا مسلا. مسلا يعني. الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينك وده ينتهي بقى بالزبط. احنا بنى تبعد. بنكلم بعض فالاحلام. عن فكرة هو بيحلم بيك. وكي? ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى غعب لحصانة بيد. وقاللق شكلام ده. ممكن يكون بيحلم بيشوفك مسلا لف الاقطة فالحلم كده. فعايز ينهي الدتباعد ده بقى. فرصة جديدة. نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى انا بادق بجد. بادق بجد. الشخص ده تقريبا زي ما قلت لك كان مخاب مشاعره. كان قافل على مشاعره. وحططها كده جنبه وبيرفضك بيصدق. فانت زهقت. قلت له خلاص يا عم بقى. لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى. خلاص اهو. انا حكمت بالعدل لانا جيالك ولا انت تروح لي. وسلام عليكم عليكم السلام. وانا روح لي اشوف لي بقى حد تاني تديه الحب اللي عندي ده بقى. ما خلاص بقى. خلصت. صحي من النم ملاقكش. انت مشاعرك زي السامر. انت ممكن تكون لما هو يجي لك انت هتبقى فرحان قوي. بس انا اقول لك انت هتبقى فرحان. بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيتانك بقى. هتبقى فرحان وسعيد جدا. ولكن ممكن تكون مسلا اه يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس. معلمه درس. هو يعني 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 يسيبني ويمشي. شفت شفت اه انت تعبان قوي برج الحوت. تعبك قوي 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 قوي. تعبك قوي انت كمان انت بتتشافيت. بتتشافأ. انت انت انتظر ترجعه كتير قوي. الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش. الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة. بس ممكن تكون مسلا رائبته مسلا فلاقيته بيعرف ناس تانية. وانت بتتكلم معاه. طب يا عم طب بتكلم بيتكلمني وبتكلم ناس تانية. طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك دي ايه? لا ما بيردش. وانت عندك حليل شديد قوي ليه? مع انك واخد العشر صيوف. بس برج الحوت بها نعمل في ايه? القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب. وخلي بالك. هو شعر ان انت انت الحب الحقيقي. انت الحب الحقيقي. ما تخافش. انا عارفة ان برج الحوت بيندم جدا على الحاجات اللي ادهال شخصي مثلا. ديت التمام. الديت اي حاجة ما تخافش. الكرة في ملعبك. انت انتظرته كتير قوي. قوي. انتظرته يتعدل. مرة واثنين وثلاثة. قدتت وتنبيهات مرة واثنين وثلاثة. لغاية ما قلت بس كفاية. عشر صيوف كتير قوي. يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع. تقول له مع السلامة بقى كفاية. كفاية بقى انا خدت عشر صيوف في الظهر يا اخي. وانتظرتك جدن فيك كفاية. بس بينو بينك انت وحشني يعني. حرام بقى. فانا متفقلة بالكابتين دول. لان هو عايز يجي. اوكي بس هو محتر شوية. بس نييته حلوة هو. نييته حلوة. ده يا جدة بقى. انا هقولك بحبك بجد والله. مش هقولك الكلمة اللي اقولها بها اخيرة كاف تبقى بفتيك. لا لا لا. هي بحبك. هي بحبك. طيب هو شايفك ازاي شايفك هو شايفك عرض بس بس عرض هو مش حوار كبير ولا صغير بس هو شايفك فرصة. تمام? فرصة انت فرصة. فرصة اا فرصة حلوة. بكل نواحي بقى انت فرصة حلوة. فرصة اا شكلا اا وشايفك ان انت شخص يعني ينجذب جدا. وان انت كنت مقدم له عرض حلو قوي. يعني هو شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدموله عرض صادق. مش اللي هو اي كلام. بس عرضك كان صغير. يعني اللي هو كنت داخل اا بس مش قوي. كنتش داخل معه قوي. بس يعني انت برضو شخص جذب قوي. وشايفك فرصة. شايفك فرصة فرصة حلوة. فرصة اي مش اي كلام يعني. في المقابل انت شايفه الكنج اف سيردس. طاقة الهوائية غالبة قوي. هو المائية برضو. الكنج اف سيردس شخص زي ما قلت لك جامد اا في المشاعر قوي. بيخب مشاعره. ودايما دايما كلامه تقيل. يعني وتحس انه هو انا اسفة في كلمة غبي. يلا. غبي. غبي في التصرفات. ومش بيوزن مش بيوزن تصرفات. ممكن يرافع سيفه على اي حاجة. اي حاجة رافع سيفه. يعني ايه عمي طب ما تاخد بيدي لأ ما بخدش ود. طب لي انا عملتلك ايه لأ ما بخدش ود. انت شايف ان هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برجو الحود. الظاهر والله واعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان. الشخص ده كان عنده ازمة وبيحلها. ده كان سبب التباعد. انه كان عنده ازمة. والازمة دي كانت مخليا كده. ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلاسية. وهيتخلص من الطرف التالت ويجي لك. هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه. يعني اروح لده ولا اروح لده. وكان محتار. هو شخص محتار. مش عارف يعمل ايه. طيب. انت يا عم انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب انت انت بقى هتعمل ايه? ايه الفرصة? ايه مش الفرصة? ايه اللي بيفكر يا مالو? هو 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 ندمان جدا. قوي. ندمان لدرجة انت متى بيخيالهاش. وانا عارف ان في ناس تقول لي لا لا لا. ده عمره مبقى ندمان. مش بيبين. بص انت شايفه ازاي? دي اللي انت شايفه ده حقيقة هو ده اللي بيزهره للناس. انا جامد انا قوي انا ايه? ولا تقصر معي. ولا ولا ايه حاجة. الخطوة اللي ياخدها انه ندمان قوي. ممكن يكون حيرجع بس حيرجع وهو مخزول ومكسوف منك. لان انت مقابله باللافرز. انت بتحبه وبرجل حوت اولا. مش عارف اقولها لك ازاي بقى يلا. فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف. يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا اعمل ايه ازايك? مسلا ما تكلمش كلام مباشر. تمام? يعني حتى هنا شخص نخبي. نخبي ما شاعله. فهو هو ممكن يرجع ولكن اه هيرجع اللي هو مش مش الرجوعه اللي هو ايه مسلا انا يلا يلا نجوز دلوقتي. او يلا نرجع دلوقتي حالا. لا. هو هيبقى مكسوف قوي. وبيترقب انت هتعمل ايه? لانه الشخص ده شكله اا عنده كبيع عالي قوي. قوي يعني مش زر. ويحبش حد يجرحه ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح. اه. بالزبط اهو شوف الكارت التالت كانت علاقة سلسية. كانت علاقة سلسية. زي اللي انا قلت بزبط. فيه قرار هو خده. الشخص ده يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص. وبعد كده تبين لي ان الطرف ده اي كلام. وينها العلاقة دي كان كان في علاقة كارما. شخص ده كان في علاقة كارما. لو انتم ما تعرفوش وممكن تكون كافة علاقة سلسية. كانت في علاقة كارما. الشخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار. شايفك ان انت ممكن. بص بقى ركز معي. من البيج اوف بانديكلز للكينج. انت الانت البرينس. شوف انا لفقت انا لفقت على كم واحدة ورجعتلك انت في الاخر. انا شفت كم رجل ورجعتلك انت في الاخر. فهو عايز الاستقرار. بس لو رجع. هيرجع كده. عشان ما تستغربش. مش هيقول مشاعر خالص. هو الاول هيجس النبط. مساء الخير مساء النور. عامل ايه? او عامل ايه? متعرفش نعمة ايه اصل الفوتا الصغارة عملها تعيض والفوتا الكبيرة الام مش لايه. بس. هو قده اللي هيقوله. انما ما تتوقعش ادخل يقولك انا بحبك. انه بص اي كلمة هيجري. هيطير. لانه يعني مش عارف مش عارف يوري وشه منك. انت انت شاك لقمعه? طعنك عشر طعناط. هو عارف هو عامل ايه كويس? اوي. عارف هو عامل ايه كويس اوي. وعارف انه كان مضيع فرصة من ايده. بس انت بقى مش هتسكت. انت هتقوله انت انت لسه تنده متعيط. يلا يا عم. يلا عم انا بحبك. زلافرز. انت هتبيل له مشاعرك على طول ممكن? ولا هتعمل ايه? تعال انشوف كده. بس برج الحود هو وحشك قوي يا برج الحود. وانت هتفرح بيه قوي. بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك. وتعالى نصلح العلاقة. اه انت مش معقول يا برج الحود كده. وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى? الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سابعة. وانت هتقوله انا هشفيك. انا هخليك تتشافي. شخص ده هيجي يقولك انا تعبان. تعبان قوي انا غلط انا عاليف انا غلط. هتقوله ولا يهمك. ممكن تتعبو. بص ممكن في الاول تعمله الوش ده. ممكن. تعمله ان انت مش واخد بالك. منه. مسلا اول هو اهلا مسلا تفضل. تفضل اهلا بيك يا اخوي اهلا. اهلا اهلا تفضل. اه ها ها خدت ايه ها خدت ايه من اللي انت روحت لها. ووا كده مسلا. ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايزش فيه. في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه. متوقع مروحك. ما تجدبش على نفسك بقى. ما تجدبش على نفسك اكتر من كده. اهو. انت جواك دي خطوتك. خطوتك ان انت ترجع له تاني. لان انت شايفه الاستقرار. هو شايفك وانت شايف العشق كوبات. احنا متفقين انت متفقين. ده رجوع لا محال. دي خطوة اللي هو عايز اخدها. لو هو خد الخطوة دي انت تاخد الخطوة دي. ما اخدش الخطوة دي انا مش اخده الخطوة دي. بس. بكل بساطة. طيب بص بقى هو الامن ايه? اللي قاله او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جت مثلا وقدمت عرض ايه اللي ممكن يحصل. بص بقى. عشان هو عارف اللي عمله وعارف انه هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك. فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض. عشان كده مش عارف يوري وشه منك. خايف يرجع مع انك بتحبه بس هو اخد يرجع. عمل بلاوي. شخص ده عمل بلاوي. ايا كان بلاوي بالنسبة لك. فخايف يقدم عرض الشخص ده عنده كبرياء بشع فخلي بالكم. عشان ده او زي ما قلت لك هتصده جامد هيجري. هيجري. فخايف يروح يقدم لك عرضه ترفضه. يزعل بقى هو. يزعل. دايق بقى. ده عندك عروض تانية على فكرة. بس انت كنت منتظر عرضه وقصد كنت منتظره. ومرجعش وخايف ظنك كتير قوي. فهو خايف بقى بعد المدة دي كلها. يعني هي هتقبل هتقبل مينيو ان هي ترجعلي. يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه. ايه عمل فينا ده كله. هيقبل يتكلمني مرة تانية. او خايف كده. بس انت شايف عكس كده. ان ده حاجة غريبة يعني. شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي. يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي. يعني ايه ده في ايه? على فكرة ممكن تكون العلاقة السورية الكراءة عكسية. وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد. وانت بقى اللي ندمان. بس انا ما اعتقدش ان انت اللي ندمان. ما اعتقدش يا بورب الحوت. بورب الحوت ما بيمنبش على اي حاجة سابها عمومة يعني. ده طلعت لك مقلوبة. وده كمان مقلوبة. انا عدلية. ده مش عدلية يتخيل. يلا. جات مقلوبة. وكويس ان هما جون مقلوبين. شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت. ازاي خدت الورق ما بصتش فيه. وكرتك هنا كمان. بص يا برج الحوت دي من عند ربنا. على اصمش هتكلم تاني. شخص ده كان بيتلاعب بك. مش في الاول مش بيتلاعب. كان بيتملص منك. تيجي تقول له ازايك عمل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام. الحمد لله كويس. كان كل ما تقرب منه يبات. قرب ابات. العلقة دي كانت افقان. لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة. تتكلمه تلاقيه ويتنجي مع واحدة. مسلا. تكلمها هتلاقيها مسلا عاملة لايكة لواحد مسلا. اي حاجة. المرة دي عايز يجيلك بعرض. عرض حقيقي. عرض مش هجد. عرض كل حب. انا حسبي امتك. انا مش هجري منك تاني. انا بحبك من الاخر. انا عايزة شيب بقى اللي حصلي. شخص ده. يا اما هي حاجة من حال تاني. يا اما هو في علاقة تانية كانت علاقة سلسية. وطرف التالت بالمعنى الادقة كده. مش عايزة اقول الكلمة علاوة بس هو خاتص طيب. اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت اه هو خايف منك. ولكن العلاقة دي مستقبلها. ان شاء الله بازن الله في الشهر. لو انتوا رجعتوا لبعض. وكان في شوية اعتاب في الاول للحركات دي كلها فهتبقى علاقة جاملة. مش عراقة سلسية. لا لا لا. هتبقى اه هيبقى في احتفال. هتحتفلوا. مقلوبة دي ولا ايه? لأ. هتحتفلوا. ممكن. ممكن. اه. ده ممكن يقول لك. ايه ناعزة اتجاوزك. يلا يا عام. يلا يا عام نتجاوز يا عام انا خلصت خلاص. شخصي ده عايز يتجاوز هلا فكرة. شخصي ده عايز يتجاوز. لان اه ايوة بقى. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده الكلام اللي يفرح. شخصي ده عايز ينهي الماضي. نقفل صبحك دي. قديمة بقى اقفل بقى يا برج الحوت بقى اقفل وركز معي كده. ركز ده نتوقع مروحك يا عم. دي العلاقة هي دي. انا انا شايفك لو انت واحدة شايفك الكوين اوبامتك. والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت. اكتشف ان انت الصمي بتاع. بص. بص الورقة بتكلم والله. انتو توقع من روح وبتاع بعض يعني مش زار. شخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عارف قلطته. طيب. اه لو لو رجع يا برج الحوت فيه انت صعب. ده انت انفحة تكفل يا برج الحوت. لو رجع تاني. انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصانع. هتفرح. بس هل برج الحوت اه مش عارفة ليه تطلع ايه. اه في حد ما بينامش. في حد ما بينامش. ممكن يكون هو اوكي. اه في كاس حب هيتقدم طيب. حالك. تمام. طيب برج الحوت تعطبه بهدوء ولا تكمل في هذه العلاقة. اعطاك يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت متعد بيجوش قوي. لأ. يا برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى. مع انت جيت لك ملعبي. اه انت خايف. اه. اش قلت لكم? انا كنت شك كان في حاجة هتحصل. لا 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 لا. ليه كده يا برج الحوت? ليه كده? ليه كوين كوين? ليه 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 ليه? انت هتديله كلام جميد ايه. ده انت شايل له شوية كلام. لا حصل ولا يحصل. مش بقول لك انت هو عشان كده خايف منك. ومش عايز بالزبط ومش عايز يوري وشه وخالص. ده هو بيحسد قلبي الف حساب. يجي ولا مجيش. ده انت يعني شايل منه بطريقة. وعايز انتقل. وعندك هواجز. انت بتقول في نفسك. انت انت غريب ايه يا برج الحوت. انت بتحبه. وعايز معا جواز. وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه. بس هتحصل خناقة. هتحصل خناقة. وهتديله كلامي يعني جامد. مش هزور. اللي هو بص بقى انا رفعه لك سيفي وجايل لك انا اللي خايفة منك ولا اي انتاش. انا مش خايفة منك فالص. طب الخناقة دي ممكن يعني بتصفر عن ضحايا. اه. هتوجع قلبه. هتوجع قلبه كامد. الخناقة دي هتوجع القلب قوي. قوي. هتوجع له قلب قوي. ممكن ما يبينش. بس بعد الخناقة دي. في شابطر من القصة دي هينتهي. الا وهو الشابطر السيء. وهو ده اللي مفروض يحصل. انت جاءت اهلا وسهلا. انا بحبك اه. وحشني قوي. بس استنى بقى يا معلم. لاننا شايلة منك كثير. في قصة جديدة هتبتدي. قصة فيها استقرار كرتك يا برج الحوت. انت هتبقى الاخر كده الشخص ده هيقول لك. بص بقى. هو في حكمة. في بداية جديدة. الشخص ده هيقول لك انا ملكي ايدك. انا ضايع يا معلم. انا خلاص. انا عرفت نفسي. انا ما معليش في ان انا هعند صاحب بنات. لا خلصت. انت 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 كنت الام الحنونة. انت الام الحنونة. اهو هيبقى في اهو. هتشتقلوا على العلاقة دي قوي. وهيبقى فيه رد سريع منه. استكرار. فيه استكرار. اللي علاقة دي هتتزبط. هتتزبط. الشخص ده هيتزبط. انا عايز اقول لك الشخص ده تعلم درس. بس ايه هو بقى مش هيقول لنا. مش رود يقول لنا. هو مطي راسه في الارض. وخايف يقول. هو الظهر كده انه. هو راح لحد تاني. بس انت يا برج الحوت. اه مطعون منه قوي. بس يعني. يعني مش عارفة. بس انت قريك الحرية. ولكن انت عايز ترجع. اهو. عايز ترجع. انت عايز انت. انت عايز تطير عليه. ويبقى فيه استكرار بعد الخناء دي. وهيشتعل عليك. ما تلقش. هيشتعل عليه. لو ما كانش بيهتم هيهتم. هيبقى فيه سيطرة. هتبقى الكنجورف كبس. برج الحوت اعتقد يعني الكلام واضح كدا. ان شاء الله باذن الله باذن واحد احد رجوع. باذن الله ان شاء الله. والتلات سيف دول. هو اللي هيبتعل مش انت. لان انت هو اللي موطي راسه مش انت. انت زي الفل. بس انت بتحبه يا برج الحوت. انا عارفة ان برج الحوت احنا بنتدي كلام بيهون كان. بس والله ما بيبقى قصدنا حاجة. يعني من الوجع مش اكتر يعني. واحنا ما منعاتبش حد مش عايزينه في حياتنا. طيب اه برج الحوت كراءة شعر تمانية خلصت. اه ان شاء الله باذن الله هعمل كراءة عن المنفصلين في فيديو لوحده. كل برج و هيبقى ليه ثلاث كروت. بالترتيب كده فيديو كامل كل الابراج. عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل. وعشان كمان اللي يدخل ما يعودش كتير يعني في الفيديو. فمرسيج جدا يا برج الحوت. واتمنى اتمنى اتمنى الكلام اللي في الورق ده بازن واحد احد بازن واحد احد يتحقق. لان انت موجوع اوي اوي برج الحوت. وانا نفسي موجوع يلا مش هنتكلم كتير. فان شاء الله باذن الله هيرجع باذن الله ويتعدل. طب بنقول الابراج تاني عشان الناس بتسقل بس. احنا عندنا ابراج ترابية. اوكي? ادي ابراج ترابية. وده ده وده برج الجوزاء. اوكي? الشمس والشمس هنا في برج الجوزاء. برج العقرب والاسد. تمام كده? وده برج هوائي برضو. وعندنا برج السرطان. وبرج مائي. اين كان اي هو البرج ده. وايه تاني يا ربي? وقلنا برج العزراء قبل كده. وايه تاني? ابراج ترابية زي ما قلنا. ومعطقتش فيه برج تانية. اوه. لأ مفيش اي ابراج تانية. اوه. طبعا برج اكينتا كارت اكينتا لو بتتعامل بقى محد برج حوت فهو اهو. ظاهر لنا. هيجي يقدم لك العرض اللاتشيب ده. اوه. وبرج الجدي. فامرسيه جدا 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 يا برج الحوت. وان شاء الله باذن الله باذن واحد احد يكون الكلام ده متحقق.